السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الطبي ببساطة موضوع هذه الحلقة سوف يتناول الخطوات الصحيحة لقياس السكر بجهاز القياس المحمول كم مرة يجب قياس السكر في الدم؟ إذا كان مريض السكر يتعالج بالأنسلين فيجب عليه قياس السكر من مرتين إلى أربع مرات في اليوم حسب إرشادات الطبيب أما إن كان يتعالج بأدوية السكر المأخوذة عن طريق الفم فقط فيجب عليه قياس السكر على الأقل مرتين في الأسبوع ما هي الأدوات المستعملة في قياس معدل السكر في الدم؟ أولا قلم الوخص كما ترون هنا هناك عدة أشكال وأنواع متوفرة في الصيدليات حسب الماركات يحتوي هذا القلم على ضابط لعمق الوخص ويجب أن يختار الشخص أقل عمق يسمح له باستخراج قطرة دم مع أقل ألم ويختلف العمق حسب سمك الجلد عند نفس الشخص ويختلف أيضا من شخص إلى آخر يمكن تغيير الإبرة بعد كل استعمال لتجنب إصابة الأشخاص الآخرين بالدم الملوث إن كان هناك عدة أشخاص يستعملون نفس الجهاز ولأن إعادة استعمال الإبرة بالنسبة لنفس الشخص ينقص من تدبيبها ويزيد الألم أثناء استعمالها يجب العلم أن الإبرة خاصة بماركة القلم المستعمل شرائط القياس تحتوي على منطقة من الأمام أو على الجانب حسب الماركات كما ترون هنا لامتصاص قطرة الدم إذا كانت المنطقة في الأمام فيجب علينا أن نضع القطرة مباشرة هنا أمام المنطقة التي تسحب قطرة الدم أما إذا كانت على الجوانب فيجب علينا وضع القطرة هنا كما ترون في الصورة هذه الشرائط أحادية لاستعمال ولا يمكن استخدامها مرتين ويجب التخلص منها مباشرة بعد استعمالها كما هو الحال بالنسبة لإبارة الوخص فإن شرائط القياس خاصة بماركة الجهاز المستعمل كما أن لها تاريخ صلاحية لا يجب تجاوزه وإن تم تجاوزه قد يكون القياس غير دقيق شرائط القياس حساسة جدا للرطوبة وللحرارة لذلك يجب إغلاق العلبة بإحكام بعد فتحها والاحتفاظ بها في مكان معتدل الحرارة وليس داخل السيارة مثلا أو في مكان شحن الأمتعة في جوف الطائرة درجات الحرارة المطلوبة مكتوبة على علبة الشرائط مع تاريخ انتهاء الصلاحية جهاز القياس هو جهاز رقمي متواجد بأشكال وماركات مختلفة لكنها متكافئة من حيث الجودة المطلوبة عند الاستعمال يجب أولا التحقق من البطارية ويجب الاحتفاظ بالعلبة لأنها تحتوي على الرقم التسلسلي للجهاز في حالة حدوث خلل به يمكن الاتصال بالشركة المصنعة التي سوف تسأل عن الرقم التسلسلي للجهاز ويمكن أن تتكفل بإصلاح الجهاز أو استبداله داخل مدة الضمان عند شراء الجهاز أول مرة قد يأتي معه محلول على شكل قطرة يسمى بمحلول الكنترول ويساعد على التحقق من دقة قياس الجهاز على غلبة هذا المحلول نجد قياس نسبة السكر الموجودة داخل المحلول إذن إذا شككنا في نتيجة جهازنا نقوم بوضع قطرة من محلول الكنترول على شريط القياس تماما كما نضع قطرة الدم ثم نقرأ النتيجة ونقارنها مع تلك المكتوبة على علبة المحلول يمكن الحصول على المحلول مجانا بالاتصال ببعض الشركات المصنعة كما يمكن شراؤه مباشرة من الصيدلية ما هي الخطوات الصحيحة لقياس نسبة السكر بالجهاز المحمول؟ أولا نغسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون إن استعمال الماء الدافئ يوسع العروق الدموية في اليدين ويزيد من تدفق الدم فيها وبالتالي يساعد على استخراج قطرة الدم بسهولة يجب تجنب استعمال الكحول أو المعقم الكحولي لأنه يغير من نتيجة التحليل يمكن أيضا نفض اليدين إلى الأسفل بضعة مرات كي يزيد تدفق الدم فيها قبل أخذ قطرة الدم بعد ذلك نقوم بثقب الجلد بإبرة الوخص ونختار جوانب الأصابع لأننا لا نستعمل جوانب الأصابع بقدر استعمالنا للمناطق الأمامية منها وبالتالي يقل الألم ويلتأم الجرح سريعا يجب أن نغير الإصبح الذي نأخذ منه الدم في كل مرة ونتجنب السبابة والإبهام قدر الإمكان بعد الحصول على قطرة الدم نقربها من شريط القياس الذي يمتصها ثم تظهر النتيجة على الجهاز ونقرأها ويمكن أن ندونها في دفتر خاص يمكن أن يكون هناك اختلاف بنسبة 20% ما بين نتيجة الجهاز المحمول ونتيجة التحليل المخبري بسبب اختلاف التقنية المستعملة بعد الانتهاء نقوم بتعقيم منطقات الوخص ونتخلص من الشريط وخاصة من الإبرة في وعاء بلاستيكي مخصص إن أمكن أو في زجاجة بلاستيكية كي لا تؤذي الآخرين ما هي المعدلات الطبيعية للسكر في الدم؟ بعد ثماني ساعات من الصيام يشير الجهاز إلى 0.7 أو 0.70 إلى 1.1 أو 1.10 جرام على اللتر إذن إذا كانت نتيجة التحليل محصورة ما بين 0.7 و 1.1 فمعدل السكر في الدم طبيعي بعد ساعة ونصف من أكل وجبة فإن معدل السكر الطبيعي في الدم يجب أن يكون أقل من 1.4 أو 1.40 جرام على اللتر كان هذا شرح مبسط عن الطريقة الصحيحة لاستعمال الجهاز المحلول في قياس السكر في الدم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تترددوا في مشاركته والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى حلقة أخرى إن شاء الله